يبدو أن مهمة إيران في لملمة شتات العملية السياسية أمر صعب هذه المرة فالنفس الميليشيوي لا يميل إلى التهدئة مع خصومه كما تريد إيران في هذه المرحلة ومن تلك السقطات التي تدل على امتعاض الميليشيات من دعوات التهدئة تلك التغريدة التي نشرها القيادي في ميليشيا العصاب أمير الطائي ووصف فيها السفير الإيراني إرج مسجدي بالمرسال قائلا يبدو أنه قد نسي عمله سفيرا وصار يعمل مرسالا في إشارة إلى مطالبته الكتل بالحوار سرعان ما تنبه الطائي إلى تلك السقطة فقام بحذفها تعليقا على انتقاد الطائي هذا رأى مختصون في الشؤون الاستراتيجية والأمنية وجود ملامح خلاف بين ميليشيا العصائب وسياسة فيلق القدس في العراق بما فيها العلاقة مع السفير الإيراني إرج مسجدي وبدأ هذا الخلاف بعد اغتيال قاسم سليماني مطلع العام الماضي وبعد الهيكلية الإيرانية التي حصلت عقب الاغتيال من خلال إعادة توزيع الأدوار على شخصيات سياسية محسوبة على إيران منها هاد العامري كزعيم لتحالف الفتح وأكرم الكعب كممثل لفيلق القدس في العراق وأبو فدك كرئيس لأركان ميليشيا الحشد بينما بقي قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب يبحث عن مكان في هذه المعادلة الجديدة بوادر الخلاف ظهرت للعلن بعد خرق العصائب للتهديئة الأمنية التي فرضتها طهران وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقب هذا الاغتيال عبر توجيهها وقتئذ عدة صواريخ على مقر السفارة الأمريكية في بغداد وتبلور الخلاف عبر استهداف منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء وذلك عقب التهديد الصريح الذي وجهه الخزعلي للكاظمي بعد أحداث المنطقة الخضراء فمن جمعتهم المصالح بعيدا عن الحس الوطني لا يمكن أن يصمدوا مع زيادة التصدع في بنيان العملية السياسية